اشتركوا في القناة ام هو طريق الاتصال بجهنم والعالم السفلي كتير من يتهم الروحاني انه مشعوز ودجال لكن سوف ارض عليكم اليوم الجانب الابيض والجانب الاسود ولكم انتم القرار كل شيء في الدنيا له جانبين ايجابي وسلبي لا يحك لنا ان نتهم اي شيء انه دار او نافع او عار او لعنة او حتى نقول فيه انه نعمة دائما يلزم عليك ان تنظر بالميزان فان الميزان هو معنى الحكمة فاذا نظرت لجانب الشر بعين الحكمة ممكن ان ترى الشر نعمة واذا نظرت لجانب الخير بعين الاتهام ممكن ان ترى الخير لعنة وضلال فمثلا للشيطان فائدة وهي ان تشعر انك لديك ارادة عندما تغلبه تشعر بقدرتك وتجعل لك ايمان وعقيدة وسيلة بالرحمن فاذا اصبحت الحياة بدون خير تراها جهنم وتكون عالم الظلام واذا اصبحت الحياة دون شر تراها جنة وتكون عالم النور الخير والشر هو من يعطي معنى الاتزان للحياة ويوجد لكل شيء وجوه كثيرة فمثلا الانسان يوجد له وجه التفل والشاب والشايب وغيره من وجوه وصفات الطيب والصادق والخاين والكذاب وغيره لكن نحن نرى في كل انسان ما نحب ان نراه نحن بداخلنا ان كان حبيب ويوجد به صفة الكذب لا نحاول رؤية الكذب حتى لو كان غالبه فنبحث عن وجه اخر له ونقنع عقلنا انه مثالي لنا وان كان شخص غريب نرى فيه ما يظهر له من عيوب حتى لو كانت بسيطة نطورها ونكون منها صفات وجوه فمثلا اذا كان شخص حزاؤه متسخ نحكم عليه انه شخص مهمل دون رؤية سبب الظروف واذا كانت اسنانه صفراء نقول بداخله انه شخص جاهل لا يعرف معنى الزوب ولا نحاول ان نرى جوهر اي انسان لا نحاول ان يكون في عيوننا ميزان يجعلنا دائما نؤمن ان لكل شيء في الحياة له وجهان والان سوف اعرض عليكم اشهر وجوه عالم الروحانية الاسقاط النجمي يوجد له وجهان ويسمى عند اغلب الناس بوابة الشيطان خصوصا عند المسلمين ورغم انه حرام بالنسبة لبعض المسلمين فهم يستخدموه باستمرار ويسموه الاستخارة فاذا كان اسمها استخارة تكون شيء حلال اما اذا كان اسمه اسقاط نجمي يكون هو بوابة الشيطان فهو ممكن انه يكون بوابة الشيطان اذا استخدمه الانسان في الدخول للعالم السفلي والتعمل مع الجاند وممكن انه يكون لمنفع عند معرفة شيء في المستقبل ومعرفة رد فعل ما يريد ان يفعله وممكن انك ترى فيه احداث ماضي حتى تتعلم وممكن انك ترى فيه شر الماضي حتى تكون بتنفيذه وممكن انك ترى بالاسقاط النجمي المستقبل حتى تقوم بتطويره وممكن انك ترى المستقبل حتى تنجم وتكون عراف تعطي نصائح تضر بها غيرك تحضير الجن والارواح ممكن ان تسخر الجن فيأذيك ويزيد كراكا وضلال لانك تتعامل مع الشيطان ممكن ان تحضر الجن اللي تتعلم منه ممكن ان تحضر الارواح لتؤذي بهم من حولك وممكن ان تتصل بالارواح في جلسات الذكر حتى تعزز وتتقوي طاقتك العزائم ممكن ان تكون عزيمة بنية تحضير الجن والشيطان وممكن تستخدم كلمات غير مفهومة حتى تكون وسيلة لجعل عقلك الوعي يسمح لعقلك الباطن ان يتحرر وتظهر قدرتك التلاصم ممكن ان تستخدم التلاصم لتكون شفرة او تستخدمها لتغيير مصارتك ممكن ان تستخدم التلاصم حتى تكون وسيلة تؤذي بها الناس وممكن ان تستخدم التلاصم حتى تكون لرد اذى او شر الناس الأوراد ممكن أن تذكر الأوراد بطريقة خطر حتى لو كانت آيات من القرآن وتكون لك سبب ضررك واختلال طاقتك وتعطل كل شيء حولك وتعطلته الحياتك وممكن أن تستخدم الأوراد حتى لو كان اسمه واحد فقط وهو الله بطريقة صحيحة تجعلك تستمد طاقتك الكونية والقوة وتزيد من قدراتك السحر ممكن أن تستخدم سحر الشيطان الذي يؤذي الإنسان ويفرق الأحباب ويجعل معظم الناس حياتهم مليئة بالعذاب وممكن تتعلم كيفية استخدام السحر وتصنع به أدوات مثل الهاتف النقال فقد تحدثت عن نيكولاتيسلا الذي استخدم أسليب السحر وعلم الطاقة وابتكر بها وكان مصدر إلهام كثير من الأشياء التي نستخدمها في هذا الزمان وكما اتفقنا عن الكل شيء لوجهان الخير والشر الدار والنفع وإذا كان السحر بريء من قوة الخير ولماذا سمح الله أن تنزله الملائكة في باب الملك هروت وماروت وتعلمه للبشر إذا كان قوة السحر شر لماذا جعل الله سليمان يسخر الشيطان والجان فما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا علم الطاقة ممكن استخدامه في العلاج من كل الأمراض وممكن استخدامه في التسليح والقتل ممكن تستخدم النظرة الشافية وممكن تستخدم النظرة المميتة ممكن تستخدم نظرة السحر وممكن تستخدم نظرة التمنى الحب الغير ممكن استخدامه في جذبه أي شيء أنت تريده ممكن استخدامه في تدمير حياتك القرين ممكن أنه يكون سبب لتعطيلك إذا تجهلت استخدامه ممكن أنه يكون سبب نجاحك إذا عرفت كيفية تستخدامه وممكن أنك تأذي به نفسك وغيرك وممكن أنك تنفع به نفسك وكل من حولك الطاقة الإيجابية ممكن تساندها وتستخدمها بجهل كأنك تكون سيارة وانت لا تعرف كيفية الكيادة فتدمر نفسك بالطاقة الإيجابية وممكن تنفع بها حياتك الطاقة السلبية كلنا نعلم ان الطاقة كدبين موجب وسلبي فالولا الطاقة السلبية ما كنا استخدمنا الطاقة الإيجابية طاقة الكي ممكن تستخدمها في علاج أمراض الشلل وتحريك الجماد وممكن تستخدمها في القتل والحسد والأذى وده مش كله عالم الروحانيات يوجد فيه أبواب كتير لن نذكرها والأكيد أن عالم الروحانيات هو علم بريء عن أي شعوزة وكفر لا يوجد علم لا ينفع لكن يوجد أشخاص يستخدمون العلم في الأذى والجهل فلا تنسى أن الخضر هو نبي وولي من أولياء الله قتل طفله ودمر سفينة وهدم بناء وهذا في فعل الخير ونفع الناس فكل شيء له وجهان وأنت في هذه الدنيا حتى تستطيع تمييز الوجوه بعين الحكمة والميزان وكل من تعلم علوم الروحانيات استطاع تسهيل أمور حياته ليس ضرر لنفسه كل من تعلم الروحانيات رفض التعامل مع الجن والأرواح والشياطين لأنه مؤمن أن بداخله كثير من القدرات